الإرهاب دخل إلى تونس بفعل فاعل وبإرادة سياسية ممنهجة وواضحة وعبر القانون أيام الترويكا وأيام الفترة بعد 2011 أننا في 2011 وما بعد وفي فترة الترويكا أصبحت هناك عملية تدجين وتهميش ممنهجة لمزارة الداخلية وللأجهزة الاستخباراتية التي استثمرت فيها الدولة لمكافحة الإرهاب الدولة التونسية هي التي ترعى الجماعات التكفيرية وعلى مسؤوليتنا